علوم الصفة الأول الإعدادي حل أسئلة بنك الأسئلة كراسة كتاب الأضواء على الدرس الأول الاتحاد الكيميائي صفحة أربعة ألف أكمل ما يأتي واحد أيون الفلزات نقطة الشحنة موجب الشحنة وأيون اللافلزات سالب الشحنة نين في الأيون نقطة يكون عدد البروتونات في النواة أقل من عدد نقطة في الأيون السالب يكون عدد البروتونات في النواة أقل من عدد الإلكترونات التي تدور حولها طفل أيون موجب عدد البروتونات في النواة أكبر من عدد الإلكترونات التي تدور حولها ثلاثة يعتبر نقطة عنصرا لافلزيا جيد التوصيل للكهرباء الكربون والجرافيت باق كارن بين الفلزات واللافلزات من حيثه عدد الكترونات مستوطقة الأخير التوصيل الكهرباء الفلزات مستوطقة الأخير أقل من أربع الكترونات واحد اتنين تلاتة التوصيل الكهرباء جيد التوصيل الكهرباء الفلزات أكبر من أربع الكترونات خمسة ستة سبعة معدل الهيدروجين والكربون التوصيل الكهرباء رضيء التوصيل للكهرباء معدل الكربون اتنين ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين كوسين واحد يعتبر العنصر الذي عدده الزر 19 من 2881 الفلزات طبعا الفلزات نين عندما تتحول الزرة إلى أيون فإن عدد نقط تتغير البروتونات النيوترونات الالكترونات طبعا الالكترونات البروتونات والنيوترونات يظل سابت ثلاثة تتكون جزئات الغاز الخامل من الزرة واحدة أربعة عدد مستويات الطاقة في أيون وعنصر الكولور سبعة عشر هو طيب كولور اتنين تمانية سبعة ده لافلز وبيكتسب تحول الأيون سالب والأيون السالب عدد مستويات الطاقة بيساوي عدد مستويات الطاقة في الزر يبقى كام ثالث مستويات الطاقة كالام ثالث مستويات الطاقة باعل ما يأتي واحد لا تشترك على العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي بالالكترونات اتنين عندما تفقد زارة العنصر الكتروني أو أكثر تتحول إلى أيون مجب لأن عدد البروتونات المجبى داخل النواة أكبر من عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة ثلاثة رقم ألف أي الأشكال التالية يمثل التوزيع الإلكتروني لكل من واحد زرد غاز خامل تعالوا نشوف الشكل الأول داخل النواة تلاتتاشر بروتو بيدور حول النواة كام عشر إلكترونات عدد البروتونات المجبى أكبر من عدد الإلكترونات السالبة يبقى أيون إيه؟ أيون مجبى يبقى رقم أربعة يبقى أربعة دي واحد اتنين داخل النواة ثمان بروتونات بيدور حول النواة ثلاثة يبقى أيون إيه؟ أيون سالب ليه؟ لأن عدد الإلكترونات السالبة أكبر من عدد البروتونات المجبى داخل النواة يبقى رقم ثلاثة إشكال اتنين طيب داخل النواة كام عشر بيدور حول النواة عشر ومستوى الأخير مكتمل يبقى زرة إيه؟ غاز خامل يبقى رقم ثلاثة طيب داخل النواة ثمان بروتونات بيدور حول النواة اتنين ستة عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات يبقى زرة طيب نوحها إيه الزرة؟ فلز ولا فلز؟ مستوى الأخير في ستة يبقى زرة عنصر إيه؟ لا فلزي بيدور كاما أربعة بقى أذكر مثالاً واحداً لكل من واحد غاز خامل الهيليم النيون الارجون كاريبتون زين الرادون اتنين عنصر في لزي سائل الزئبق ثلاث عنصر لا في لزي سائل البروم اربعة ايون يحمل ثلاث شحنات سالبة النيتروجين تطبيق اتنين رقم واحد ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين واحد الرابطة في جزيء النيتروجين رابطة فساهمية ثلاثية اتنين العنصر الذي عدده الزر نقط يكون رابطة إيونية مع الأكسجين اتنين الهيليم وخامل اتنين اربعة ده عنصر لا في لزي كربون عشرة اتنين تمانية ده عنصر خامل أيضا اتناشر اتنين تمانية اتنين عنصر ايه في لز ايه بيفقد تحاول لأيون موجب والأكسجين تحاول لأيون سالب ويكون رابط ايه ايونية ثلاثة الرابطة في جزيء كولوريد السوديوم ايونية طبعا ايونية في لز ولا في لز اربعة الرابطة الايونية ينتج عنها تكوين جزيئات عناصر فقط وبركبات فقط طبعا مبركبات فقط تنشأ بين عناصر المختلفة باقي علم يأتي عند ارتباط زرتين من الكولور ينتج جزيء تساهمي اتنين تمانية سبعة لأن كل زرة تشارك بإلكترون واحد مع الزرة الأخرى ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منهما مكتملا بالإلكترونات اتنين ألف ضع علامة صح أمامها العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمامها العبارة الخطأ مع تصحيح الخطأ واحد تنشأ الرابطة الأيونية بين عنصر فلزي وعنصر لا فلزي مبارة صحيحة اتنين الرابطة بين النتروجين والهيدروجين في جزيء النشادر رابطة تساهمية ثلاثية مبارة خطأ رابطة تساهمية أحدية كل زرة من الهيدروجين تشارك بواحد إوترون بينما زرة النتروجين تشارك بسلاس إلكترونات ثلاثة الرابطة التساهمية ينتج عنها جزيئات مركبات أو جزيئات عناصر عبارة صحيحة باق كارن بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية من حيثه التعريف الرابطة الأيونية رابطة كيميئية تنشأ بدية تجازب الكهرابي بين أيون موجب لزرة عنصر فليزي وأيون سالب لزرة عنصر لا فليزي الرابطة التساهمية رابطة كيميئية تنشأ بين زرات العناصر اللافليزي عن طريق مشاركة كل زرة بعدد من الإلكترونات حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي لها مكتمل بالإلكترونات ثلاثة ألف أكمل الفراغات التالية باختيار الكلمة المناسبة من بين الأقوات أيونية زرتين ثلاثة تجازب تساهمية واحد تساهم كل زرة أكسجين في جزء الأكسجين بعدد نقط إلكترو ثلاثة إلكترو اثنين الرابطة التساهمية الوحدية تنشأ بين نقط لعنصر لا فليزي واحد أو لعنصرين لا فليزيين بين زرتين ثلاثة الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين في جزء الماء رابطة نقط وحدية تساهمية وحدية أربعة يحدث نقط كهرابي بين الأيون الموجب والأيون السالب لاختلافهما في الشحنة الكهربية يحدث تجازب كهرابي باق بين نوع الرابطة الكيميائية لكل مما يأتي كيس ال فليزي ولا فليزي رابطة أيونية الهيدروجين تساهمية أحدية اختبار على الدرس الأول رقم واحد آلف اختر الإجابة الصحيح من بين الإجابات الأتي واحد الرابطة الكيميائية في جزء غاز ثاني وكسيد الكربون أيونية تساهمية أحدية تساهمية ثنائية تساهمية ثنائية ثلاثة جميع اللافلزات رديد التوصيل للحرارة والكهرباء معدل الكربون فهو موصل جيد للكهرباء أربعة عنصر لا فليزي تحتوي نواته على تمنتاشر نيترونا وتدور إلكتروناته في ثلاثة مستويات للطاقة ويميل إلى اكتساب إلكترون واحد أثناء التفاعل الكيميائي يكون عدده الكتل يساوي نقط طيب هو عنصر ايه لا فليزي كم نيترون تمنتاشر نيترو طيب كم مستوى؟ واحد اتنين ثلاثة كي الام اتنين تمانية طيب عنصر لا فليزي يكون الاختساب واحد يبقى الاخير في كام؟ في سبعة يبقى العدد الزري كام؟ سبعتاشر يبقى البروتونات سبعتاشر والنيترونات تمنتاشر اجمعهم على بعض كام؟ خمسة وتلاتين بقى أكمل ما يأتي واحد عدد البروتونات في الايون نقط أقل من طبعا عدد البروتونات في الايون السالب أقل من عدد الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة به نين الرابطة في جزيه بروميد السوديوم رابطة فليز ولا فليز بايونية ثلاثة يعتبر الزئبك من العناصر الفليزية السائلة بينما نيون من العناصر الخاملة أو النبيلة أربعة تميل الفليزات إلى فقد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي وتتحاول الايون موجب جيم إذا علمت أن العدد الزري للعنصر اكس اتناشر والعدد الزري للعنصر واي عشرة والعدد الزري للعنصر زيد تمانية فأجيب عما يأتي واحد ما نوع الرابطة النتيجة من ارتباط العنصر اكس اللي هو الفليز مع العنصر زيد اللي هو ايه؟ اللافليز طبع رابطة ايه؟ أيونية اتنين هل يشارك العنصر واي في تفاعل أم لا؟ ولماذا؟ اتنين تمانية عنصر خام يبقى لا ليه؟ لأن مستوى الطاقة الأخير مكتمل بالالكترونات اتنين ألف اكتبه مستوى العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الاتية واحد رابطة تنشأ عن مشاركة كل زرة مع الأخرى بعدد ثلاث الالكترونات الرابطة التساهمية الثلاثية اتنين عناصر مستوى الطاقة الخارجي مكتمل بالالكترونات الغازات الخاملة او النبيلة ثلاثة زرة اكتسبت الكترونات او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي صح الايون السالب الايون السالب اربعة رابطة كيميائية تنشأ نتيجة تجازب الكهرابي بين ايون موجب وايون سالب رابطة الايونية با اسكر مثال واحدا لكل من واحد رابطة ايونية اكسيد الماغنسيو كلورد السوديو اثنين ايون موجب ايون الماغنسيو الموجب ايون السوديو الموجب ثلاثة عنصر لا فليزي الفلور الاكسجي اربعة رابطة تساهمية ثنائية جزء الاكسجي جيم ادرس الاشكال الاتية سبما اجب عنه مطلوب الشكل يعبر عن الرابطة التساهمية الثلاسية في جزء النيترو جي نوع الانصر اثنين تمانية ستة عنصر لا فليز ستقول الخير في كام ستة يعني اكبر من اربعة الاكترنات نوع الايون يعني اكتسابي بايون سالب ثلاثة الف هذا علامة صح امام العبارات الصحيحة و علامة خطأ امام العبارات الخطأ مع تصول الخطأ واحد توجد الغازات الخاملة في سور الجزئات سنقة الزرة وحديد الزرة وحديد الزرة اثنين عدد عناصر المعروفة حتى الان مئة عنصر مئة وطمانتاشر عنصر ثلاثة يحمل ايون الموجب عددا من الشحنات الموجبه يساوي عدد الالكترنات المكتسبة المفقودة أربعة الرابطة في جزء النشادر رابطة ايونية تساهمية وحدية اكتب التوزيع الالكتروني لزرة الاكسجين ثم اسكر واحد نوع العنصر اثنين ست ك لعنصر لا فلز نوع الايون الايون سالب يميل الى اكتساب اثنين الاكترون جيم كارن بين كل من واحد الزرة والايون من حيث نوع الشحنة الزرة متعدلة الشحنة الايون موجب او سالب اثنين جزء اكسيد الماغنيسيوم وجزء كلوريد الهيدروجين من حيث نوع رابطة رابطة ايونية تساهمية وحدية أربعة ألف سوب ما تحتوي خط في العبارات الاتين واحد عدد مستوى الطاقة في ايون الكولور اكبر من عددها في زرة الارجون اثنين تمانية سبعة دي زر تحول الايون اثنين تمانية تمانية كي ال ام ثلاث من سلط الطاقة الارجون اثنين تمانية تمانية كي ال ام يبقى يساوي اثنين جميع العناصر الفرزية سائلة عدد زئبك سلبة ثلاث الرابطة في جزيه اكسيد الالمونيوم تساهمية وحدية رابطة ايونية أربعة تشارك كل زرة في الرابطة التساهمية الاحدية باثنين من الالترنات الرابطة التساهمية الثنائية الثنائية باق وضح بالرسم التخطيطي الارتباط بين زر سوديوم ان احداشر وزر كولور سي ال سبعتاشر لتكوين جزيه كولوريدا السوديوم وما نوع رابطة السوديوم حداشر بروتون واتناشر نيترو اتنين تمانية واحد كي ال ام زي كولور اتنين تمانية سبعة سبعة كي ال ام ده بيفقد وده يكتسب بتحول ايون موجة بتحول ايون ايه سالي يبدي تزارة سوديوم بدي تزارة كولور حداشر اتناشر اتنين تمانية تحول ايون موجة اتنين تمانية تمانية تحول ايون سالي يبدي ن ايه موجب سي ال ايه سالي ن ايه سي ال رابطة ايه ايونية جيم علم يأتي واحد الرابطة في جزيه اكسيد الكالسيوم ايونية بسهل الحدوث تجهاز الكهرابي بين ايون الكالسيوم الموجب وايون الاكسجين الساليب اتنين ينتج عن الرابطة الايونية جزيئات مركبات فقط تندج من اتحاد ايون موجب مع ايون ساليب لا تنقي من ايه ساليب